أغلقت ميليشيا الحوثي العديدة من المطاعم بالعاصمة المختطفة صنعاء خلال الأيام الماضية لإجبار مالكيها على دفع جبايات المالية تفرضها الميليشيا على التجار والمستثمرين بمناطق سيطرتها وبحسب مصادر مطلعة فإن ميليشيا الحوثي أغلقت عددا من المطاعم واقتادت بعض ملاكها إلى المعتقلات بعد رفضهم الاستجابة لدفع جبايات المالية تستهدف من تبقى من العاملين بالغطاء التجاري بمناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية شنت خلال الأسبوع الماضي حملات مداهمة وابتزاز استهدفة المطاعم السياحية والشعبية هدفها الإرغام على تقديم الدعم لما تسمى القوة الصاروخية والطيران الحوثي المفخخ وتمويل جبهات القتال وطالت الحملة الحوثية المطاعم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في أحياء البليلي والجمارك والسنينة ومذبح بمديريات الوحدة ومعين في صنعاء اشتركوا في القناة